نرحب بكم أعزائي من جديد متواصلين مع عدد مميز بإنجازات مميزة اليوم إن شاء الله ألعاب جماعية موجودة إنجازات على انتظار أيضا لعبة جماعية كرة السلة أيضا إن شاء الله يحقق فوز اليوم مهم أيضا إنجازات فردية قبل قليل قطب ونصل الآن إلى إنجازات فردية بنعبة التايكواندو التي لطالما عودتنا بميداليات من مختلف الألوان في مختلف المشاركات الخارجية منتخبنا عدد من كوريا الجنوبية بعد أن خاض منافسات بطولة آسيا ونجح بتحقيق ست ميداليات منها واحدة ذهبية أربع فضيات وبرونزية واحدة نحن نرحب الآن بضيوفنا في عدد المجلة الرياضية أبطالنا بطالنا الأولمبي صالح الشرباتي وأيضا البطل فهد عمار فهد مساء الخير مساء النور الله يعطيك العافية الله عافية الحمد لله على السلامة وبارك الإنجاز الميداليات الفضية طبعا الذهبية عن طريق جوليان الصادق وفي عدنا ميداليات فضية وأيضا في عدنا ميدالية برونزية واحدة صالح يعني ما شاء الله عليك من إنجاز أولمبي إلى إنجاز أيضا على مستوى القارة الأسوية هذه البطولة مصنفة أربع نجوم بصحف طولة آسيا أكيد مشاركة فيها واسعة وجرت في كوريا الجربية صالح شو بتحكي عن هذه البطولة نعرف آسيا مهد التايكويندو حدثنا عن هذه المشاركة وكيف جاءت مستويات الفنية طبعا زي ما حكيت آسيا يعني هي أصعب قارة بالتايكويندو فخور بالإنجاز الحقيقة الحمد لله هي رابع ميدالي ألي ببطولة آسيا عندي ذهبية وهلا صار عندي فضيتين وبرونزية طبعا الحمد لله أنا وزملائي يعني كامل منتخب أدى مستوى قوي بالنسبة للأفريقا والحمد لله يعني طبعا جديد ومن زمان يعني منتخب الأردن إلى التايكويندو من أقوى الفرق يعني بالعالم مش بس بآسيا فالحمد لله يعني كانت المنافسة جميلة وكننا يعني منطمح لنجيب مركز أول أو تاني بس الحمد لله جبنا مركز ثالث مجموع عام ويعني إن شاء الله نضل من أكثر لأكثر إن شاء الله إن شاء الله فهذا يعطيك العافية وكان هذا المثل ما بلبق على تايكويندو يعني فرق البط عوام صعب نحكي على تايكويندو المشاء الله الوالد أيضا من الأبطال الميازين ولكن نحكي فرق وعوام وسباحة مزبطش مع تايكويندو فهد حدثنا عن هذه البطولة ومشاء الله أنت عندك أيضا إنجاز شخصي ميداليات متتالية حدثنا عن هذا الإنجاز طبعا زي ما حكي زميلي صالح بطولة آسيا يعني من أقوى القرارات بالعالم بالتايكويندو طبعا يعني أكيد مبسوط أني جايب ميدالية فضية بس كان يتمنى الذهبية بس الحمد لله وطبعا مبسوط أني أنا أول واحد بتاريخ تايكويندو أنه عنده ميداليات على كل الفئات معي ذهبية آسيا أشبال وناشئين والحمد لله هل فضية رجال إن شاء الله كهذه الثانية بطولة إلي بالسينيورز يعني بالآسيا الأولى ما حققت وهذه المرة الحمد لله حققت إن شاء الله الثالثة ذهبية إن شاء الله نحن ننقدر بالأولمبياد إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله الآن الإنجاز حاضر كما فعل تايكويندو من الألعاب اللي وضعتنا أول لعب وضعتنا على سلام الترتيب الأولمبي صالح مشوارك صعب وذات نصف النهائي مع أصحاب الأرض اللعب الكوري الجنوبي صح؟ يعني شو أصعب مباراة واجهتها وكيف كان لقاءك مع أصحاب الأرض اللاعب الكوري الجنوبي في نصف النهاية؟ يعني كان اللاعب الكوري مستوى كثير عالي وكانت المنافسة يعني بالمستوى كان كثير عالي وطبعاً أول جولة هو إحنا صار عندنا نظام جديد اللي هو نظام الجولات الجولة الأولى هو اللي فازها فكان يعني كنت مضطر أني أفوز الجولتين الثانيين مشان أقدر أوصل للنهائي نعم فكان الضغط كثير عالي من اللاعب ومن الجمهور فبتعرف كيف الجولة ما يكون واحد بأرضه فكان شوية الوضع سعب بس الحمد لله قدرت أتخطى كل الصعوبات ما تخوف من الحكام يعرف مرات العرض القتالية بالذات الحكام إذا كانت على عرض لعب عرضه بيكون مرات فيه مزبوط هي صارت كان المباراة القبلي زيد الحلواني مع الكوري صارت وصار فيه شوية ظلم بالحكام طبعاً أستاذ فارس ما قصر قدم شكوة للهادة وعمل شوية أكشن مشان يخوفهم بالمباراة اللي أنا بلعب فيها والحمد لله يعني كانت أهوني شوية بس برده كان فيه شوية تمييز مع صاحب الأرض مرات بيكون فيه ضغط على اللاعب اللي بواجهه صاحب الأرض بخاف من وضوع حكام مرات بتحسس من أي قرار وهذا مرات لسبب ضغط على اللاعب مزبوط يعني معروف دائماً إنه صاحب الأرض يعني إله شوية الأفضلية إنه يفوزوه بالمباراة في يعني كان شوية فيه ضغط كبير فهد كيف كان مشوارك في البطول مع مين لعبت؟ كان علي ثلاث مباريات نعم كانت المباراة الأولى مع منتخب نيبال والمباراة الثانية لعبت مع منتخب تينيس تايبي في الصين تايبي والمباراة الثالثة كانت مع أسباكستان يعني الحمد لله لعبت مباراة الأولى والثانية والثالثة كانت يعني أصعب واحدة يعني معروف الأسباكستاني لعب معه صالح على بالأولمبياد كمان وصالح غششته يبنى كنا نحضر فالحمد لله يعني فست الجولة الأولى الثاني كانت تعادل الجولة الثانية فأخده الأفضلية التعليم أكثر والجولة الثالثة فازه هو أنت طالب فهد أنا طالب الجامعة الشرق الأوسط شبت الدرس؟ بدرس ذكاء أعمال ذكاء أعمال وقوة بدنية وتايك واندم إن شاء الله الله يعطيك العافية صالح أنت نشف من شامل عامل عامل مصبوط وأكيد نعرف مدى الدعم ومدى التفريغ ومدى المتابعة حقيقة لأبطالنا في مختلف الرياضات الموجودين في هذا الجهاز اللي منعتز ونفتخر فيه طبعا فخور أكون أنا من الجهاز الأمن العام اهتمامهم ودعمهم للرياضة هذا بأدي إلى أنه اللاعب يحقق إنجازات أكتر ويتفرغ أكتر للرياضة اللي هو بلعب فيها مشان يقدر يعطي إنجازات أكتر للوطن ويرفع اسم البلد بالمحافل الدولية سواء رسمية ولا غير رسمية فإحنا يعني فخرين إنه نلاقي هذا الدعم الشكل الآن القادم عندك شو قادم عندك فهد شو البطولات القادمة إن شاء الله بشهر 8 في بطولة التضامن الإسلامي نعم في تركيا في تركيا رح تكون مع اللجنة الأولمبية إن شاء الله وفي بطولة عالم شهر 11 يعني إن شاء الله وين؟ بالمكسيك مكسيك ما شاء الله فإن شاء الله بنتمح كلنا إنه نجيب ميداليات ونجيب مركز إن شاء الله نفس المشاركة يا سالح؟ أنا إن شاء الله رح يكون عندي اللي بشهر 9 الجائزة الكبرى في باريس رح تكون وبعديها سيكون بطولة العالم إن شاء الله إن شاء الله أقدر أحافظ على تصنيفي من أول ستة إن شاء الله فهد وأولمبياد شو القصة؟ إن شاء الله كل واحد يطمحين إنه يلعب الأولمبياد طبعا فنحاول إن شاء الله نجيب ميداليات قربا بيقدر عشان نجمع نقاط نعم إن شاء الله إذا إنه بجيب نوالد مع برونزية صح كانت السعر ضير مع برونزية 92 برشلون نعم طبعا بتجهله تحية أكيد تشأكيد نحن موجهر كمان تحية لك إن شاء الله خير يعني إن شاء الله إن شاء الله نحن طبعا كابتن صالح وكابتن فهد نحن تعودنا على إنجازات التايكويندو وأيضا كثير من العاب القتالية إن شاء الله توفيق لكم في المرحلة المقبلة إن شاء الله نشاهد إنجازات في بطولات تضامن بطولات العالم وإجازة كبرى وأيضا بعد ذلك في تصفيات أولمبياد باريس الله أعطيكم الله أعافظ مبارك من جديد شكرا حياكم